هناك ثلاث وصايا انا اسميها ذهبيت الوصية الاولى من اراد منكم ان يغفر الله ذنبه والوصية الثانية من اراد منكم الثبات عند السؤال في قبره والوصية الثالثة من اراد منكم بيتا في الجنة وهذه الوصايا الثلاث لن تأخذ خمس دقائق منك في يومك اما من اراد ان يغفر الله ذنبه روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر لن تأخذ دقيقة ونصف انت الحكم الوصية الثانية من اراد الثبات عند السؤال في قبره عند ابي داود وصحاحه قال صلى الله عليه وسلم ان في القرآن ثلاثون اية شفعت لصاحبها حتى غفر الله له تبارك الذي بيده الملك قال ابن عباس من قرأ صورة الملك في يوم وقاه الله فتنة القبر اللهم قنا يرب العالمين فتنة القبر والله يا اخوة ان كراءتها كراءة حدر لن تأخذ دقيقتين ونصف اللهم اننا نسألكم فضلك الوصية الثالثة من اراد منكم بيتا في الجنة روى الامام احمد في مسنده والحديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام من قرأ في يوم قل هو الله وحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة اللهم افتعى علينا فتحمل عندك يا رب العالمين